اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة وهذا يدلل على ان اسرائيل تستهدف كل الشعب الفلسطيني سواء مسيحي او مسلم او حتى لو شيوعي انا اسألك كمحلل سياسي لا كفلسطيني ما هي يعني ماذا يريد نتنياهو ما هي اهداف نتنياهو شفنا هل بعد غزة هل هو القضاء على حماس ولا هو اكتر قضاء على القضية الفلسطينية كما يقولون واليوم شفنا الحرب عم تتوسعت على لبنان وممكن تتوسع اكتر شو رأيك شو الهدف من الحرب يلي كانت مبارح معركة السيوف واليوم تحولت لمعركة معركة الحرب القيامة شو هدف نتنياهو هدف نتنياهو هو البقاء بالحكم اولا وشيء اخر هو يريد ان يعوض الصورة التي هتزت بسبعة اكتوبر لانه هو لا يزال رئيس الحكومة فيريد ان يستعيد ما يسمى بقوة الردع ويريد ان يقضي على التهديد الفلسطيني ويريد قتل الدولة الفلسطينية هدفه الرئيسي القضاء على اي نية لانشاء دولة فلسطينية هو لا يكترث بموضوع المختطفين لا يبالي هو جيشه قتل العديد منهم في غزة وهو لا يتحدث عنهم فلانه سيواجه محاكمات بسبب بعض قضايا الفساد هو يريد ان يبقى بالحكم ويريد ان يتذكره التاريخ بانه البطل القومي اليهودي الذي حمى الشعب من الاعتداءات من هنا وهناك لديه بعض النوايا الاخرى وهي تطهير الاراضة الفلسطينية يعني عندما يقول نتانياه انه لن يسبح بدولة فلسطينية هذا يعني انه يريد ان يدفع السكان الى الهجرة بطريقة غير مباشرة وهذا للأسف يحدث بفضل دعم الغرب والاسرائيليين يعني او القيادة السياسية تتمتع بحصانة يعني لا يكترثوا لا توجد خطوط حمراء ابشع المجازر ترتكب تحت ما يسمى بالدفاع عن نفس ويعني يعني يبرروا جرائمهم بموضوع انه قتل الكذبات التي يعني صدرت في أولى الحرب موضوع اللي هو قطع الرؤوس الاطفال وإلى ما خيره فلديه نواية خبيثة وهي القضاء على وجود الشعب الفلسطيني هذا بكل بساطة ويستخدم ما حدث بسبع اكتوبر كذريعة لإكمال هذه المهمة وهي حرب التطهير العرقي الاثنيكي كلنزينج التي بدأت في 48 هل تعتقد انه الحرب ستتوسع اكتر وتشمل منطقة الشرق الاوسط بكاملة هي الان بدأت تتوسع بالفعل يعني هناك ضربات اسرائيل على جنوب لبنان او على لبنان بشكل عام وعلى بعض مناطق العراق واليمن وتحاول اسرائيل استفزاز ايران وجذبها وجرها الى مواجهة شاملة بالمنطقة لا اعتقد انها ستتطور الى حرب عالمية هي ستكون على هذا النحو لكن اذا تجرأت اسرائيل وشنت غارات وهجمات مكثفة على ايران فقد ترد ايران وقد لا تعرف الايرانيين هددوا انهم سيستهثف القواعد الامريكية في المنطقة وهذا قد يعدي الى اندلاع شرارة الحرب الكبرى نحن الان في اولى المراحل للحرب الاقليمية لكن لم لا يمكن ان يسميها بحرب اقليمية الان كيف تنظلون الى الموقف الامريكي يعني غريب عجيب الادارة الادارة الامريكية معروف موقفها انه منحاز وهي ليست وسيط نزيه عندما يتعلق الامر بالوساطة بين الفلسطينيين تح يعني في غزة واسرائيل منذ سنوات ومنذ عقود معروف موقف الادارة الامريكية حتى لو تغيرت الوجوه تحكم بالسياسة في البيت الابيض وفي الكونغرس رأينا كيف صوتوا وصفقوا لنتنياهو في الكونغرس فطالما هناك دعم امريكي اعمى لدولة الاحتلال والجسور الجوية السلاح والعتاد والاموال لدولة الاحفاء فاسرائيل ستتمادى يعني شوف اسرائيل كطفل مدلل دوللت من امريكا وهذا الطفل اصبح الان يعني ثار ولا يمكن السيطرة عليه فهذا هو بشكل مختصر لو كان هناك ارادة امريكية حقيقية لانهاء الاحتلال وإحلال السلام في منطقة الشرق الاوسط والعالم لحلت منذ زمن طويل رأينا نرى الفيتو الامريكي ونرى الموقف المنحاز ونرى ونرى الصمت العجيب الغريب يعني كيف انت دولة تصدر الحريات والديمقراطيات للعالم وهناك شعب اعزل ينتهك ويقتل يوم يوم صباح صباح مساء للسنة الماضية ولاندخلنا في السنة الثانية لحرب التطهير العرقي وحرب الابادة فالعالم لن يأمن طالما هناك الكيل بمكيلين مكيل النفاق الدولي وازدوجية المعايير لماذا يعني كل العالم ذهب ليدافي عن اوكرانيا التي تتعرض لهجمات روسية ومدوا المعارضة والمقاومة الاوكرانية بالسلاح لماذا الشعب الفلسطيني يعني لا يتمتع بهذه الحقوق البسيطة يعني الشعب الفلسطيني سئم وتعب سبعة وستين ستة وسبعين عاما من الاحتلال والتشريل والتهجير كفى يعني الشعب الفلسطيني يطالب بالحرية وما حدث في سبعة اكتوبر كما يسميه البعض هو هو خروج الناس من السجن طبعا كلنا ضد قطل الابرياء المدنيين أنا لا أمثل الشعب الفلسطيني تعاقب 2 مليون ونصف في غزة بسبب ما تم ارتكابه في سبعة اكتوبر هذه عقوبة جماعية إذا كانت لديكم مشكلة مع حماس تعاملوا مع حماس لماذا تستهد في الأطفال والمدنيين لماذا أفراد أسرة قتلوا استشهدوا يعني ليس لهم ذنب وهناك كثير من الابرياء فما أريد أن يقول له أنه طالما هناك احتلال لن تنعم المنطقة بأمن وأمن هل تخشون من أن تتحول ما حدث في غزة إلى الضفة الغربية يعني نلاحظ الآن يقومون بقصف بالطيران المقاهي والمدن وإلى آخره هل تخشون أنه بعد غزة ستتحول هذه الحرب إلى الضفة الغربية وخصوصا بالوضع الراهن نرى سموت عتشوبين كبير وإلى آخره يطالبون بطرد الفلسطينيين هو أصلا الضفة الغربية تتعرض لهجمات قبل السبع من أكتوبر وحماس لا توجد هناك وبالرغم من ذلك يقتل الفلسطينيين ويهجر ويشرد شوف إسرائيل تحاول أن تخلق بوعبع بوكيمان أنه في غزة في إرهاب والضفة في إرهاب وهي لا ترضى حتى لا تقبل من القاومة السلمية مظاهرات السلمية وأعلام وكذا ليس مقبولة هي تحاول وتستفز الفلسطينيين في كل مكان حتى الفلسطينية رد وحتى هي ترد وحتى تقول تذل في دموع التماسيح وتقول أنقذونا ساعدونا مدونا بالمال والسلاح هناك إرهاب فلسطيني يعني هم يحاولون تقويض دور السلطة الفلسطينية في الضفة وكان لهم دور كبير بتقوية وجود حماس في غزة من خلال الأموال القطرية التي أرسلت لغزة فيحاولوا شق الصف الفلسطيني والآن يريد القضاء على أي حل دولة فلسطينية لذلك سمترش وغيره من المتطرفين ينادو صباح ما ساء بتهجير الفلسطيني من الضفة وبمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ونفس الشيء في غزة تطهير العلقي كله هدفه هدف نتنياهو الرئيسي هو القضاء على حلم الدولة الفلسطينية لأنه يقولون الدولة الأرض صغيرة وهذه أرض أجدادنا وعدت لنا قبل ألفين عام هذا الكذب يعني لا ينطوي العالم كله سائم من هذه الأكاذيب هل يمكن الإسرائيل أن تستبيح الضفة الغربية والفلسطينيين لو هناك موقف عربي موحد ويقوم بإدانة أو بموقف تجاه إسرائيل ولكن لا رأي نحن في نفس الوقت هناك دول عربية كثيرة لا زالت ما زالت التطبيع ولم يلغون التطبيع مع إسرائيل غياب الشج بالعربي والصمت العربي من قبل الحكومات شجع دولة الاحتلال على التمادي والاستفراد بالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وغزة هذا هذا صمت يعني مخجل ومعيب أنه يعني إخوانكم من جلدتكم من نفس لهجتكم من نفس دينكم يتعرضون لأبشع المجازر على مدار سنة كاملة ولأن دخلنا في السنة الماضي الثانية وأنتم تنظرون يعني كما يقول الغازيون والفلسطينيون بعض الدول المطبعة شجع دولة الاحتلال على التمادي أنا أسأل هذا السؤال لماذا لا يوجد هناك تدخل عربي أو إسلامي يعني معروف دور الحكام العرب هم موالون للغرب والسياسات الأمريكية وهناك معارضة من قبلهم لوجود فصيل إسلامي يحكم غزة لا يريدون أن تنتعش فكرة الابريزنج الانتفاضة والمعارضة للحكومات فلذلك هذا شجع دولة الاحتلال وأعتقد أنه أيضا بعض الدول قد تكون مشاركة بطريقة ما أو بأخرى من خلال مد دولة الاحتلال بعض المنتجات أو حتى باستماح للقواعد الأمريكية والإسرائيلية بالهبوط وإلى ما غير من ذلك الفلسطينيون في غزة بالمناسبة لا يطالبون بتدخل عربي لأنهم سائموا وحتى البعض وصل بهم أن يقول نحن نشعل بالخزي أن نحن لسنا عربا نحن فلسطينيون وعندما تحرر الدولة الفلسطينية يعني لن نرحب بالعرب لأنهم صمتوا والدور يأتي عليهم لأنه الآن فلسطين ولبنان وممكن العراق والسرائيل تسعى إلى تأسيس وتمديد دولتها حتى تحصل على دولة إسرائيل الكبرى ف يعني شوف بالنهاية هي قضية إنسانية هناك تضامن غربي أكثر من التضامن العربي والإسلامي لأنهم يفهمون معنى أنك تكون إنسان لك حق للأسف يعني لكن حتى هذه المظاهرات التي خرجت بالملايين في العواصم الغربية لم تؤثر على أساسة وصناع القرار في دولهم خاصة مثلا بريطانيا التي وعدت اليهود دولة وطن قومي في فلسطين وعد بالفور التي هي سبب نكبات الشعب الفلسطيني فلم تعتذر ولم تعود الفلسطينيين ولم تعترف بالدولة الفلسطينية فهذا الموقف المنافق يشجع دولة الاحتلال فللأسف لا نعرف متى سيحصل الشعب الفلسطيني على حقه والمقاومة هي نتيجة ومنتج بسبب الاحتلال لو لم يكن احتلال لما سمعنا عن حماس وغيرها ولكن هناك انكسام أيضا في الشارع الفلسطيني يعني بين حماس وفتح يعني هناك نرى تصريحات يعني بعض الوظة من فتح ان هذه الحرب التي او 7 اكتوبر هي ليست كانت من الضروري ان تعصل والاخري هل الوحدة الفلسطينية مهمة في هذا الوقت للأسف منذ احتلال الاسرائيلي لفلسطين وهناك انقسام داخل الشارع الفلسطيني الوحدة الفلسطينية هي الشيء الذي تخشاه اسرائيل لذلك دأبت على تقسيم الشعب الفلسطيني الى غزة والى ضفة منذ توقيع اتفاقية اوسل في 94 غزة مقسومة منفصل عن ضفة الغربية فلذلك لو كانت هناك وحدة فلسطينية يعني لم يشجع دولة الاحتلال لانه سلطة الفلسطينية بقية الرئيس عباس تلوم حماس انه لماذا حشرتمونا في ذلك المربع انتم استفزيتم دولة الاحتلال وهي ترد الان برد عنيف ووحشي للانتقام تحت ذراع مختلفة لتحرر رهائن لكنهم لا يكترثوا للرهائن فلذلك هناك خطين مسارين ياسيران بتوازي خط مقاومة اسلامية مسلحة وخط دبلوماسي علماني هذان الخطان لا يلتقيان هذه هي المشكلة للأسف وهناك تجاذبات وتدخلات اقليمية فهناك مصالح دول هذه الدولة تدعم هذا الطرف وهذه الدولة الغربية تدعم هذا الطرف فيجب ان يكون لك وحدة فلسطينية هذا شيء مشين ومعيب ان الشعب الفلسطيني منقسم الفلسطيني في غزة يلومون السلطة الفلسطينية لا يوجد هناك شجب واستنكار بشكل كبير على الاقل يطالبون بان تفك تنسيق الامن مع جنب اسرائيل او حتى البعض ينادي بحل السلطة مثلا والسلطة فلسطينية تلوم حماس تقول انكم انتم من تسببتم بهذه الظرائع هذه صواريخ عبثية والعب نارية كفاكم يعني عبثا فيجب ان يكون هناك وحدة فلسطينية ويجب ان يكون هناك قيادة ترتقي لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه ونهي الحريته الكثير من الدول الغربية في الاولى الاخير اعترفت بدولة فلسطين يعني هل هذه الاعترافات هي رمزية او لا تأثير على اقامة الدولة الفلسطينية برأيك اكيد هي انجاز مهم لكنها يعني انجازات رمزية كما وصفتها فلسطين لها عضوية بدور مراقب في الامم المتحدة لكن ليس لديها لديها حقوق كاملة هذا الاعتراف لا يعني الكثير لان دولة الاحتلال لا تعترف بدولة فلسطين مع ان السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير اعترفت في دولة الاحتلال فهذه المشكلة المشكلة ان الاسرائلين يطالبون من الفلسطينيين ان يتنازلوا والفلسطينيين تنازلوا وقدموا التنازلات بالمقابل دولة الاحتلال لا تنفذ التزاماتها لا باتفاق اوسلو ولا في واي ريفار ولا في غيره تتحدى القانون الدولي هناك بعض الدول اعترفات هناك بعض الدول لم تعترف يعني الشعوب بطبيعة الحال تناصر القضية الفلسطينية الحكومات قد ترى انها محرجة فلذلك بعضها يعترف لكنه لن يؤدي الى نهاية الاحتلال ما هو المطلوب هو ضغط كبير على دولة الاحتلال ان توقف عدوانها والبعض يسأل كيف يمكن يفعل ذلك جنوب افريقيا اكبر مثال كيف انتهى النظام الابرتاد العنصر الفصل العنصر من خلال فرض العقوبات فلو دولة الاحتلال تلمس هناك عقوبة وغضب دولي ومورسة ضغطات بواسطة فرض العقوبات قد تمتنع عن الاستمرار بهذه المجازر وتنهي احتلالها لكنها تتمتع بحصانة والكل يعني يخاف من دولة الاحتلال لان لديها امكانيات بالتجسس ويعني لديها وجود منطقة الشرق الاوسط وهي طفل مدلل لامريكا فلذلك يعني انا اقولها بشكل مستمر لن يكون هناك سلام في الشرق الاوسط بدون حل عادل لقضية الفلسطينية واعتقد ان الحل الامثر الان هو دولة واحدة ديمقراطية علمانية لكل مواطنيها بغض النظر عن الدين والسياسة والعرق والخلفية القومية لانه هو الحل الوحيد الذي سيسمح بعودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين والكل يأخذ حقوق متساوية تحت قانون واحد وعلى الكل ان يلتزم بالقانون والاغلبية هي من تحكم وتسمى الفلسطينية تاريخية مثلا كيف تنظر الى هذا العالم يسكت وهناك مؤسسات اعلامية كبيرة تسكت ايضا عن مقتل اكثر من مائتين اعلامي واعتقال مائة وسبعين اعلامي ونرى اغلاق مكاتب صحفية ومنع الصحفيين من دخول غزة كصحفي وكمحل السياسي امر مزعج ان لا يكون هناك تضامن من زملائنا في العالم مع زملائهم في فلسطين خاصة في قطاع غزة بعض الصحفيين قتلوا بالاسم تم استهدافهم وقصف بيوتهم لانهم يعني يغطوا ما يحدث في قطاع غزة البعض ترك هذه المهنة خوفا على حياته لا توجد امكانيات خوذ دروع انترنت لا توجد وجبات يأكلوها يعملون من داخل الخيم انا اطالبهم لماذا يعني لا يطالبون بحقهم ان يدخلوا الى غزة ويقوموا بالتغطية لماذا كل التغطية بالامس في 7 اكتوبر كانت من داخل تلبيب ومن داخل فلسطينة تاريخية يعني اين هي النزاهة والحيادية والمصداقية يعني مفترض ان تطالبوا ان تدخلوا الى غزة انا سئلت هذا السؤال يعني نشعر بالاسى ونشعر ب بصراحة بموقف غير صحيح انكم ترون زملائكم يعانون 170 صحفي وصحفية او اكثر وتنتهك حقوقهم ويهددوا وحتى عندما ننشر هذه الفيديوهات على منصاتنا الرقمية نتعرض لقيود وتقييد ونتعرض لتهديدات وغيرها الهدف هو طمس الحقيقة لان الحقيقة هي الضحية الاولى في اي حرب كمحل السياسي كيف تنظر الى المستقبل هل ستستمر الحرب هل ستحول الى حرب اقليمية ام ان هناك سيف يأتي احد ويقول لنتنياهو اوقف عند حدك ولننهي هذه الحرب اعتقد ان الحرب ستنتهي ربما قريبا لان دولة الاحتلال لم تحقق ايا من اهدافها خاصة لم تحرر الرهائن وما زالت المقاومة تتمتع بشعبية واطلقت الصواريخ في الذكرى الاولى والشعب لم ينتفض يعني كيف تدمن شعب اعزل تحت الاحتلال ان ينتفض ضد مقاومته الباسلة وعندما انت تقتل اطفال ونساء انا نشرت فيديو للتو انه كيف ستذكر العالم حرب الابادة في غزة بعد 16 عام في 2040 الاطفال سيقولون لابائهم لماذا سمطتم فشيء مخزي ان العالم يعني ينظر ويشاهد هذه المجازر ولا يحرك ساكنا لكن انا مبسوط ان ما حدث في غزة ايقظ الضمير العالمي هناك الجيل الصغير من حول العالم مظاهرات في الجامعات هناك انتفاضة من هذا الجيل ضد صناع القرار في بلدهم يقولون حتى اليهود يقولون نتن اوار نيم ليس باسمنا والامريكيون يقولون لساستهم لماذا تستخدم اموال الضرائب وترسلوها لدولة اخرى حتى عن طريق على شكل سلاح وحتى تقتل الابرياء في فلسطين فاعتقد انه سيكون هناك نهاية لهذه الحرب عاجلا ام اجلا اعتقد لان هناك سيكون عليه ضغط اكبر من الشرع الاسرائيلي ومن الرئيس الامريكي الجديد ربما يكون ترامب او هارسة لا نعرف لانه لا يمكن ان تستمر الحرب بدون انجازات هو يعني سريد تنجح بقتل الرهائن والمدنيين ومن ثم ماذا بعد يعني لا يوجدونك منطق يقول لماذا يجب ان تستمر الحرب وهي حرب استنزاف بالمناسبة هم يعانون كما يعانيها الغزة هل حلم الفلسطينيين باقامة دولة فلسطينية سيتحقق ام لا كفلسطيني اسألك والله هناك امل كبير بان هذا الحلم سيتحقق ممكن ليس الان ممكن بعد عشر عشرين ثلاثين سنة الامبراطوريات تنهار الانظمة الدكتاتورية تنهار واسرائيل تمارس اضطهد يعني قمع واحتلال غير مبرر وهو كولونياليزم يعني نظام استعماري ابرتايدي فهذا النظام سينتهي هو سيد تستمد قواتها من الدعم الامريكي ربما اذا يعني تتغير الامور والسياسة وتنهار وتتفكك الولايات المتحدة الامور ستؤثر على وجود دولة الاحتلال فلماذا يعني ربطت مصيرها بمصير دولة اخرى المنطقة العربية لا توجد لها مشكلة بالتعايش اذا كان هناك انهاء للاحتلال كان هناك يهود فلسطينيون يعيشون قبل 48 والفلسطينيون السكان الاصليون رحبوا باليهود الذين هجلوا من اوروبا عندما اتوا عن علامات قوارب ضخمة وتم استيعابهم في فلسطين هل هذا هو رد الجميل الذي يتلاق الفلسطينيين جراء استقبالهم من اوروبا الفلسطينيين لم يكن لهم دور بما حدث في الهولوكوست فلماذا يعاقب هذه العقوبة الظالمة هناك امل ونتمنى بفضل استمرار دعم الشعوب العربية والعالمية والعالم الحر لفلسطين لان العالم الفلسطيني اصبح اشهر العالم في العالم الكوفية الفلسطينية وبالمقابل دولة الاحتلال اسأل اي شخص يقول لك هي اكثر دولة مكروهة في العالم لان العالم يرى ما يحدث من جرائم يعني لا يمكنك ان تبرر قتل اطفال وتقول دفاع عن النفس غير منطقي زميل يوسف شكرا جزيلا لكم وانا تمنى ان تنتعي الحرب باسرع وقت والله يحب اهلك وجميع المدنيين باذن الله دراجي قليد تليتويبيلوسي اودنازا دانس فالا نبالي و سردشا و سردشا و سردشا